المحاضرة الرابعة من حياة دافعها الأبدية مستمتعون؟ إن كنتم قد استمتعتم بما سبق فبالتأكيد ستستمتعون بالمحاضرات القادمة لأنها أكثر إمتاعا لكنني سأتجاوز الكثير من هذا الكتاب كنت أنهار الليلة الماضية وزوجتي الطيبة ليسا قالت لي يا جون لن يمكنك أن تعذ الكتاب كله في ست محاضرات فقلت معك حق لذلك سأتجاوز أمورا كثيرة مثل أجساد الممجدة وأين ستوضع السماء والجدول الزمني وحكم المسيح الألفي وكل هذه الأمور المذهلة لقد نقشت جيدا في الكتاب لذلك أتمنى أن تقرأوا هذا الكتاب جيدا لكنني أريد أن أتحدث عن السماء أريد أن آتي بكم إلى فقرة المفضلة التي تصف السماء جيدا وهي عبرانيين 12-22 إلى 24 لقد رقمت الفقرة إنها هكذا بالنص تقريبا نسقت أشياء قليلة من الفقرة يقول عبرانيين 12 لكنكم جئتم إلى جبل صهيون قلوا صهيون ستسمعونها كثيرا إلى مدينة الله الحي القدس السماوية انظروا ماذا يوجد في مدينة الله جئتم إلى عشرات الآلاف من الملائكة عشرات الآلاف من الملائكة جئتم إلى جماعة من هم الجماعة؟ في رأي الشخصي هؤلاء هم قديس العهد القديم القادمون من حدن إبراهيم ثم هناك كنيسة الأبكار هؤلاء هم القديسون الذين مضوا لأخذ أجرتهم ثم لدينا الله بالطبع ثم لدينا أرواح أبرار مكملين سأتحدث عن هذا بعد قليل ثم لدينا يسوع ولدينا بالطبع الدم المرشوش الذي يكلمنا أفضل من هابيل من هم أرواح الأبرار المكملين؟ هذا عنا نحن ألا يقول لنا الكتاب فلنتقدم بجرأة إلى عرش نعمة الله؟ هذا ليس بعد أن تنتهي هذه الحياة بل هذا عنا الآن يمكنك أن تذهب إلى العرش كثيرا اذهب إليه قدر ما تريد الأبواب مفتوحة لك لأنك واحد من خاصته أليس هذا رائعا؟ إنه يتضمن ما هو أكثر من التقدم إلى العرش في الصلاة قال بولوس أعرف إنسانا في المسيح أصعد قبل أربعة عشر سنة إلى السماء الثالثة أصعد في جسده أم خارج جسده؟ لا أعلم الله وحده يعلم تذكروا أنه سيكون لنا أجساد لن نكون كأرواح تطير على السحب سيكون لدينا أجساد أذرع وأياد سنكون مثل ما كان يسوع عندما كان يتفاعل مع تلميذه بعد القيامة سنكون هكذا بالضبط لأنه عندما يظهر سنكون مثله بالضبط أليس هذا جيدا؟ أحد أصدقاء المقربين أعرفهم منذ سنوات قصيص عظيم كان في شرطة لوس أنجلس وليلة خدمته الأولى كانت في أكتوبر 79 عاد إلى بيته وإذا بالموت في كل مكان وكانت زوجته في ركن على السلم تبكي بشدة وجد أن ابنه ذا العشر سنوات كان يشاهد مباراة ليلة الاثنين ودون علمهما سحب التلفاز المتنقلة إلى حوض الاستحمام ومات قال صديقي أنا أعمل في قسم الشرطة إن وجدت ابنك هكذا كنت سأعلن موته واستدعي الطبيب الشرعي ولكنه بدأ يصلي وأخيرا وصل المصعفون ولمدة 45 دقيقة كان خط رسم القلب مستقيما لكن توملام يستسلم استمر في الصلاة وأخيرا بعد 45 دقيقة قال يا رب أنا لا أملك موهبة الإيمان التي في كل انثلس الأولى 14 أحتاج هذا الإيمان وقال إن شيئا خبطه في أعلى رأسه هنا بالضبط وعندها قال أنت ستعيش ولن تموت وفجأة بدأ صوت ضربات القلب بيب 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 أسرعوا إليه تغير لون جسمه حدثت أمور أخرى تمددت عيناه وأمور أخرى كثيرة أخذوه إلى المستشفى قال يا لها من معجزة لكن سحبه الأطباء إلى حجرة وقالوا له إن جبنك سيكون ذكاؤه صفرا لأنه حدث انهيار في جسمه كان هناك جزء من الكبد في القسطرة وما إلى ذلك لأنه حدث انهيار كامل لجسمه ظل ابنه في غيبوبة سبعة أشهر وبعد الصلاة والترنيم التعبدي فتح عينيه ونظر صديق إليه وقال ما اسمك فقاله فقال وما اسمي وما رقم هاتفنا بدأ تذكر كل شيء ثم صار الأول على مدرسته وتخرج في جامعة كاليفورنيا يوسي أل إي ثم درس اللاهوت لكن الأمر الشيق هو أنه حين عاد قال لأبي يا أبي عندما لمست الفياز الماء ألا لم أشعر بأي شيء أمسك ملاك ذراعي الأيمن وسحبني خارج جسدي ومشينا في نفق بسرعة ووقفت قدماي على طريق مصنوع من الذهب النقي قال كانت مدينة ضخمة وجميلة جدا وكان هناك بناء كبير يبنى وهناك استقبالني أناس ممن ماتوا من عائلتنا ومن أصدقائنا المؤمنين الذين كانوا يعرفون الرب حين لمست قدماي الطريق كان هناك حفيف وفجأة انقسم الجمهور وظهر يسوع وأخذني في جولة في السماء وقال أبي أنا رأيت منازل من منازلنا ولم تكن كاملة فسألت يسوع عنها فقال إن كل عمل طاعة لي يقوم به والدك يضيف جزءا إلى منزلهما ثم فتح يسوع ستارة بدت ليك ستارة وقال يجب أن تعود أبوك ينادي وقال ولكن دعوتك لتكون واعظا وهكذا عاد وهو الآن متزوج وله أولاد السماء مكان حقيقي كما أن الجحيم حقيقة إنه مكان حقيقي جدا من ذهب إلى هناك ممن أعرفهم يقولون إن هناك ألوانا لا نعرفها على الأرض يسعدني هذا لأن لدي مشكلة في الألوان على أي حال هناك زهور زهور ليس لدينا مثلها على الأرض يقولون حين تمشي على النجيل يظهر مرة أخرى كل شيء حي في السماء يمكنك أن تمشي تحت الماء في السماء سمعت أمورا مذهلة جدا من أصدقاء الذين ذهبوا إلى هناك ورجعوا أو ممن كتبوا عن ذلك وأنا أحب ذلك الموضوع لكن على أي حال نحتاج أن نتحدث عن أمر المنزل الذي يكمل وهذا ما أريد أن أركز عليه في باقي المحاضرة وسوف نسمي كرسية قضاء المسيح دينونة المؤمنين من الآن فصاعدا وسيكون هذا جيدا لنقرأ كورينسوس الثانية في كورينسوس الثانية خمسة ثمانية يقول بولوس وإننا لواثقون من هذا ونفضل أن نغادر أجسادنا ونذهب لنستقر عند الرب وأول ما أريد أن أشير إليه هو أنه بدون شك يتحدث بولوس إلى المؤمنين كيف عرفنا ذلك؟ لأنه عندما يخرج خاطئ من جسده يصبح في الجحيم كما رأينا في محاضراتنا الذين في علاقة حقيقية مع يسوع المسيح من خلال دمه ربا لهم هم فقط سيسكنون عند الرب إذن يتحدث بولوس هنا ليس عن الخطى بل عن المؤمنين حسنا في عدد تسعة قال ولهذا فإن طموحنا طموحنا تعني هدفنا سواء كنا حاضرين عنده أو متغربين عنه هو أن نرضيه كم أحب هذا أن نرضيه يذكرني هذا بقصة قديمة أكمل آديس ثلاثين عاما وأنا فخور به أطفاله رائعون وهو أب رائع أفضل مني بكثير أذكر عندما كان في السابعة عشر على ما أظن وكان الصغير تسع سنوات تقريبا وكان الأربعة تعشرون ووضع الله في قلبي أن أقول لهم هذا هل تعلمون أنه لا يمكنكم أن تفعلوا أي شيء لتجعلوني أنا وأمكم نحبكم أكثر فقالوا حسنا فقلت ولا أن تفعلوا أي شيء لتجعلوني أنا وأمكم نحبكم أقل فقالوا واو هذا عظيم ثم نظرت إليهم وقلت لكنكم مسؤولون عن جعلين راضين عنكم وجميعهم قالوا أوه لا يمكنك أن تفعل شيئا ليحبك الله أكثر ولا أن تفعل شيئا ليحبك الله أقل كابن له لكننا مسؤولون عن أن نجعله راضيا عننا لهذا قلبول استموحنا هو أن نرضيه لماذا؟ لماذا يجب أن نرضيه إذ وهي تعني لأن لأنه ينبغي أن نقف جميعا عما نتحدث عن المؤمنين فقط أمام كرسي قضاء المسيح لكي ينال كل واحد جزاء ما فعله وهو في هذا الجسد خيرا كان أم شرا أوه واو فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس هذا أمر ثقيل نحن كمؤمنين سنقف أمام كرسي قضاء المسيح والآن إن نظرتم إلى تعبير كرسي قضاء باليونانية فهي بيما ما معنى هذه الكلمة؟ منصة يصعدون إليها بدرجات ويكون علي كرسي ويستخدمها المسؤولون في مخاطبة الحشود غالبا في الأمور القضائية تذكر أن كتاب الكتاب المقدس يحاولون أن يعبروا عما يعلنه الله لهم بألفاظ يفهمها البشر كان الرومانيون يفعلون ذلك التعريف التالي كرسي قضائي في محكمة المدينة في الإمبراطورية الرومانية وهو المكان الذي حكم فيه بالفعل بيلاطوس على يسوع أريد أن أعود إلى ما سبق وأرجع القضاء لو تذكرون محاضرتنا الأولى هو قرار قولوا جميعا قرار مع أمر أو ضده وهو ناتج عن فحص إذن الأحكام أو القرارات التي ستكون على المؤمنين عند كرسي القضاء ستكون أبدية أحكام أبدية قرارات أبدية أنتم معي؟ إذن حتى للمؤمنين ستكون أحكام ذلك الكرسي أبدية بمعنى آخر لن يكون هناك تغيرات ولا تبديلات ولا مراجعات ستستمر للأبد قال يعقوب هذا الكلام قال ما هي حياتكم؟ إنها بخار لو كان يعقوب حيا اليوم لا أعتقد أنه كان سيقول هذا بل كان سيقول ما هي حياتكم؟ إنها صفر لماذا؟ لأننا نعرف من الرياضيات البسيطة ما لم يكن يعقوب يعرفه وهو أن أي عدد يقسم على ما لا نهاية يساوي صفرا هذه رياضيات بسيطة إذن إن قسمت ثمانين على ما لا نهاية تحصل على صفر إن قسمت مائة وعشرين سنة ولنقل إنك ستعيش هذا العمر على ما لا نهاية تحصل على صفر ما يقصده هنا هو أن ما نفعله في الوقت الحالي الذي يساوي صفرا سيحدد كيف سنقضي أبديتنا إذن إليكم الحقيقة التي يجب أن نصل إليها ما نفعله بالصليب يحدد أين سنقضي الأبدية هناك سماء وجحيم لكن حياتنا كمؤمنين تحدد كيف نحن سنقضي الأبدية هل أنتم معي؟ اسمحوا لي أن أساعدكم في فهم الإثارة في هذا الموضوع لنفترض أني قلت لك طريقة حياتك في الأربعة وعشرين ساعة التالية ستحدد كيف سنقضي الألف عام التالية لنفترض أنك ستعيش ألف عام إذن سيارتك ومكان إقامتك وجيرانك وشكل بيتك ومن ستعمل معهم ووظيفتك لمدة ألف عام قادمة ستحددها حياتك خلال الأربعة وعشرين ساعة التالية إذن كيف ستعيشها؟ هل ستعيشها بلا اهتمام أم ستعيشها بهدف؟ ستعيشها بهدف أليس كذلك؟ لكن هذا لا شيء بالمقارنة بما نتحدث عنه لأن يوما واحدا إن قسم على عدد الأيام في ألف عام سنحصل على رقم إن قلت لك طريقة حياتك في الأربعة وعشرين ساعة التالية ستحدد كيف استقضي المليون عام التالية لا يمكننا تخيل مليون عام لأن آدم كان منذ ستة ألاف عام فقط وليس لدينا نقطة مرجعية لكن وظيفتك ومن تعمل معهم ومكان إقامتك وسيارتك وجيرانك والمنظر أمام بيتك كل هذا سيحدد بما ستفعله غدا لمدة مليون عام كيف ستعيش غدا ستعيش مهدفا بشدة لكن هذا لا شيء مقارنة بما أتحدث عنه لأن يوما واحدا إن قسم على مليون عاما سينتج رقما محدودا ما نفعله في هذا الوقت يحدد كيف سنقضي الأبدية أنتم معي؟ هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زور cloudlibrary.org هل لهذا السبب الرسول بولوس قال لنا بإلحاح إن علينا أن نحصل على أكبر مكافأة؟ يقول فاركدوا لتفوزوا قولوا فاركدوا لتفوزوا كل متنافس يخضع نفسه للتدريب الصارم هذا لكي يفوز بإكليل فان أما نحن فسنفوز بإكليل لا يفنه ما أقرأه الآن هو كلمة الله قال نحن نعيش بطريقة لنحصل على أعلى مكافأة أو نقول المكافأة العظمى انظر ما كتبه يحنى في أيامه الأخيرة كان في التسعينات حين كتب هذا تعرفون أنه عندما يصل الناس إلى هذا العمر يحصلون على مسحة الأب يجب أن تسمع جيدا لأنهم يقولون الكثير يقول يحنى انتبهوا لأنفسكم لأن لا يضيع ما عملتم من أجله تذكروا أن بولوس يشبه هذا الوضع بمن هو غير مؤهل لأهل أصير أنا نفسي غير مؤهل فيحنى يقول ما عملتم من أجله بل لكي تنالوا ثوابكم الكامل هنا يتحدث يحنى أيضا عن المكافأة لكنه قال ثوابكم الكامل ماذا يعني قوله ثوابكم الكامل؟ إنه يقول مكافأة جزئية وهناك من لن يأخذ لم يقل عيش الحياة لتحصل على مكافأة جزئية لماذا لم يقل هذا؟ لأن الله يريدك أن تحصل على مكافأة كاملة عندما كان أولادي صغارا كانوا يعيشون معنا وبعضهم مازالوا معنا وكم أحب هذا صحيح لك إذن نحن عائلة إيطالية يسكن الأولاد معنا حتى تزوجوا عندما كان أولادنا صغارا أتذكر هذا الأمر أتذكر هذا بوضوح شديد نظرت وقلت لهم يا شباب أنا أريد أن أكافأكم لكن كآب صالح لن أكافأكم إلا إن فعلتم ما يستحق المكافأة لماذا؟ لأني إن كافأت ابني بدون أن يستحق هذا أكون لغيت الحافز من يعرف أن الحافز جيد؟ نفس الوضع مع أبينا لهذا يصين من خلال هؤلاء أركض بهدف عش بطريقة تحصل بها على المكافأة الكاملة وليس الجزئية لماذا؟ لأنه إن انتقلنا إلى ما كتبه الرسول بولوس إلى كنيسة كورنثوس وهذا كلام مليء بالمنافع قال بولوس وأنتم بناء الله قولوا بناء الله سنناقش هذا لاحقاً وأنتم بناء الله حسب نعمة الله المعطات لي كبناء حكيم قد وضعت أساساً يقول إنه بناء وآخرين يبنون آخرون سيبنون عليه وسنتحدث عن هذا الأمر لاحقاً فلينتبه كل واحد كيف يبني عليه إذ لا يقدر أحد أن يضع أساساً آخر غير ذاك الذي وضع أصلاً أن يسوع المسيح هو الأساس وحجر الزاوية يكمل بولوس ويقول ولكن إن كان أحد يبني يتحدث عن أي مؤمن هنا فإن كان أحد يبني على ذلك الأساس مستخدماً ذهباً أو فضة أو حجارة كريمة أشياء خالدة أو خشباً أو تبناً أو قشاً وقتية يقول بولوس أمامك خيار إما أن تبني أموراً أبدية أو وقتية أتفهمونني؟ الذين يعرفونني شخصياً يعرفون أنني أحب أن أأخذ إجازة لماذا؟ أفعل هذا عمداً إذ أعرف ما يقوله الله عن قيمة السبت بمعنى آخر حين تستريح استرح جيداً حين تلعب إلعب جيداً نحن نفعل كل شيء لمجد الله يمكنك أن تبني حياتك للجسد فقط للأمور الوقتية أو أن تبنيها للأمور الأبدية إن كنت رجل أعمال يمكنك أن ترى عملك طريقة لبناء ملكوت الله أو تراه طريقة لكسب مال كثير لترتاح ما من مستور إلا وسيعلن دافعك سيعلن أوه سمعت تلك الآه لنقمن القراءة فسيظهر ذلك اليوم بالنار وستبين وستبين النار قيمة عمل كل واحد ستبين القيمة الأبدية حسناً فإذا صمد ما بناه الإنسان يكافأ قلوا يكافأ مكافأة كاملة وإذا احترق عمله يخسر أما هو نفسه فسيخلص لكنه سيكون كمن هرب من نار في ترجمة أخرى بالكاد ستخلص لا يريد الله أن تخلص هكذا بل يريد أن يكافأك يقول كما قلت لأولادي لأني أريد أن أعطيكم أجراً كاملاً هل تشعرون بما في قلبه يقول أن تبني أريد أن يكافأك لا أريد أن يحترق عملك كأمريكيين نعد للتقاعد وهذا ليس غباء يقول الكتاب إن الرجل الصالح يعد مراثاً لأبنائي والأحفالي هل تتخيل حين تتقاعد يغلق البنك وفي نفس ذلك اليوم تتعطل سوق الأسهم وفي نفس يوم تقاعدك هذا يفلص الضمان الاجتماعي ولا يستطيع أن يدفع شيئاً لا نتخيل ذلك إذ لدينا برنامج حكومي يكفلنا لكن هذا هو الوصف الذي يستخدمه الله من خلال الرسول بولس ليصف كيف سيدخل بعض المؤمنين الأبدية سيخلصون لكنهم سيخلصون كمن هرب من نار لهذا السبب يجب أن نعيش مهدفين لهذا السبب ينصحنا يحنى ومن آخر الكلمات التي قالها عيشوا بطريقة تجعلكم تنال ثوابكم الكامل أسمعوني آمين آمين لن تمتحن كلماتنا وأعمالنا فقط بل أفكارنا ودوافعنا ونياتنا أيضاً انظروا إلى كرونسس الثانية 15 في ترجمة أخرى إذ ينبغي أن نقف جميعاً على حقيقتنا وليس كما يران الناس أمام كرسي قضاء المسيح لكي ينال كل واحد جزاء ما فعله خيراً كان أم شراً مع مراعاة أهدافه ودوافعه وما حققه وما كان مشغولاً به وما وهب نفسه له وما اهتم أن ينجزه كلمات قوية جداً قال يسوع في لوقة ثمانية الذي أريتكم إياه في المحادرة السابقة لأنه ما من مخفي أيد وفعنا إلا وسيظهر وما من سر إلا وسينكشف ويأتي إلى النور لهذا من المهم جداً أن يسمع المؤمنون جيداً وأن يتحذروا لأنفسهم ويخبئوا كلمة الله في قلوبهم تريد أن تعرف لماذا هذا مهم لأنه يقول في عبرانين أربعة فكلمة الله حية وفعالة إنها تخترق الحدود الفاصلة بين النفس والروح وبين المفاصل والنخاع وهي تحكم على أفكار القلب ومشاعره لهذا أقول لكم إنني أحب قضاء الوقت مع كلمة الله لأنها تغير وتحلل وتحكم وتفضح الأفكار الخاطئة لكي تكون دوافع جيدة وأنا أبدأ يوماً جديداً أنصحك أن تخصص وقتاً كل صباحاً لكلمة الله لكي تفعل هذا معك فتعيش يومك بدوافع صحيحة وأفكار ونيات صحيحة أتتابعونني؟ لأن الكتاب يقول إن لم نحكم على أنفسنا سيحكم علينا قول أمين لهذا إذن الحكم لن يترك شيئاً كل شيء سيعلن لذلك يقول بولوس عن كرسي القضاء مخافة الرب ماهيبة سيحدث فحص كامل لدوافعنا ونياتنا وأفكارنا وكلماتنا وأعمالنا لذلك يقول لنا بطرس وأنا أحب هذا جداً لهذا أيها الإخوة اجتهدوا قولوا اجتهدوا في إظهار أن الله دعاكم واختاركم لأنكم إن كنتم تفعلون هذه الأمور فلن تتعثروا أبداً وستلقون ترحاباً كريماً قلوا ترحاباً لدى دخولكم الملكوت الأبدي لربنا ومخلصنا يسوع المسيح الترحاب الكريم هو نعماً أيها العبد الصالح والأمين سأختم برؤية رأيت في هذه الرؤية جيوش السماء تمشي في السماء كان المنظر يشبه الرومان عندما يعودون من انتصار على أرض أو مدينة كانوا يعودون بغنائم تلك المدينة ويمشون في شوارع روما ويكون القيصر جالساً هناك على قاعدة عالية أمامها سلم فيحضرون إليه غنائم تلك المدينة حسناً ما رأيته في الرؤية كان نفس الشيء جيوش السماء تسير في زمن الرومان كان كل سكان روما يهتفون ويهللون بينما يحضر الجنود الغنائم للقيصر رأيت أناساً على جانبي الطريق ورأيت جنوداً يحضرون ليسوع مالكنا غنائمه وقال للرب هل تريد أن تكون واحداً من الذين على جانبي الطريق سيقضون الأبدية مع يسوع أم من الجنود الذين يحضرون غنائمي قلت أريد أن أكون من الجنود أريد لكل واحد منكم أن يكون من الجنود نراكم في المحاضرة القادمة أريد أن أضيف شيئاً بسيطاً في الختام حسناً هناك مجموعة من الكهنة في سفر حسقيال مجموعة تدعى كهنة صادوق وأخرى تدعى الكهنة الذين لم يعيشوا في طاعة كاملة لله من كل القلب بل كانوا يتمثلون بالعالم في حسقيال أصح ثلاثة وأربعين وأربعة وأربعين ستجد الله يقرب أبناء صادوق منه يقول الله أنا مكافأتهم أما الباقين فكان عليهم أن يحرصوا ما في الهيكل فكروا في السماء فكروا في الأبدية هل تريد أن تحكم مع يسوع؟ هل تريد أن تكون ضمن أولئك الذين مع الحمل أينما ذهب؟ هل تتخيل أن تكون معه في محضره بالقرب منه بجانبه وتحكم معه إلى أبد الآبدين؟ هذا حافز جيد هذا حافز لنعيش حياة هادفة سأقول لك ما هي خطوتك العملية افتح كلمة الله اعرف ماذا تقول لك كلمة الله لا تسمح للآخرين أن يؤثروا على قراراتك بل اسمح لكلمة الله أن تساعدك لتحيا حياة دافعها الأبدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر